المؤمن الجسدي عنده الإعلانات الروحية عنده القوة الروحية بيقدر يعني باسم الرب بقوة الروح يقدر يشوف أمور بتتحقق من إعلانات من أمور عظيمة في حياة الإنسان طبعا إحنا كمسيحيين أنا كإنسانة قبلت عمل المسيح في حياتي أنا حياتي اختلفت أنا ما بقتش إنسانة جسدية أفكر في الأمور الأرضية أنا بقيت بفكر في مشيئة الله اللي هو بيعلنهولي اللي هو بيقولهولي في قلبي علشان أصلي من أجله فبتحول من إن أنا ببص على الأرض لإن أنا ببص الفوق الإنسان اللي بيقبل الصليب بيختلف رؤيته ما بيبقاش بفص على الأرض بيبقاش عامل زي الدجاج عمال يجري وعمال يأكل من الأرض بيطلع فوق بيبص الفوق حياته بتختلف ما بيبقاش عامل زي الدجاجة اللي بتجري في الأرض وتدور لكنه بيتحلق في النسور زي النسور فوق بيحلق بيارى الأمور من فوق وبينظر لله علشان هو اللي ضامن ضامن تحليقه هو اللي ضامن إنه هو فوق وهيفضل فوق ما ينفعش إنه هو ينزل يشوف الأرضيات من الأرض لكن يشوفها من فوق من السماء فأنا رؤيتي بتختلف أنا ما بقيتش بشوف الأمور اللي في حياتي من وجهة نظر أرضية يعني ما بشوفهاش زي الناس اللي حوالي أنا بشوفها من عينين تانية بتبص من فوق على الأمور اللي في حياتي اشتركوا في القناة